اهلا وسهلا فيكن بالحلقة يلي راح تختم ل11 مشكلة جلدية اللي ممكن نحنا نتعرض له خلال فصل الصيف هالمرة راح نحكي عن اذن السباح او الالتهاب بالاذن الخارجية من وراء السباحة الاشخاص اللي بيسبحوا كتير معرضين انهم ينصابوا بالتهاب بكتيري بالجلد تبع الاذن الخارجية لا يتجنبوا هيدا المشكلة من المفضل انهم يحطوا بوشون او سدادات بقلب دينايهم هن وعم يسبحوا ولما يظهروا من البسين او من البحر ينشفوا دينايهم بواسطة منشفي يعني طرف المنشفي افضل من الكوتونتيج لان اذا حطوا كوتونتيج بداينتهم ممكن انهم يزرقوا الاوسيخ والشمع والصمغ الطبيعي اللي بتفرزوا الداينة ويفوتو لجوه ويسببوا التهاب بكناال الداينة تاني مشكلة ممكن تصيبنا وهي كمان مشكلة شوي سئيلة وشيعة هي التينيا فيرسي كولور او النوع من الفطريات الحميدة اللي بتطلع على الجلدة خاصة بالظروف الرطبة لهيك بفصل الصيف كتير بتبين هيدا الفطريات عايشة على جلدتنا كلنا انما في ناس بشرتهم مزيتة اكتر من غيرهم بتخلي هالفطريات تتكاتر بشكل اسرع وتبين على شكل بقع صغيرة لونة بين الابيض والبن الفاتح عادة ما بتحك وعادة ما بتعدي لهيك بننصحكم انكم دايما تتحمموا من بعد الاسباحة من بعد الاسبار كرميل الجرب وقد ما فيكن بشرتكم ما تكون كل الوقت رطبة وتنشفوها بشكل جيد لأفضل علاج هيدا المشكلة لما تنتشر فوضع مرهم مضاد للفطريات صبح وعشرية عادة بين الاسبوعين لثلاثة اذا المشكلة بقيت تتصلوا بحكيمكم المختص ليعدل بالعلاج ننصحكم كمانا تتحمموا بشامبونة خصوصة للفطريات وعادة تتركوه على جلدتكن بين خمسة وعشر دقايق قبل التفويح اكيد لما تروحوا عالشمس حطوا واقع لما يصير في فرق باللون بين الجلد الطبيعي والجلدة المصابة بهيدا الفطريات وما تخافوا اكيد بتشفوه وثالث مشكلة وهي الاخيرة لليوم هي التواليل بقدم بالقدمين خاصة بكعب القدمين ليه عم نحكي عنها هلأ؟ لأنه موسم صيف موسم بحر منطلع كلنا منمشي حوالي البسين منسبح منروح منغير تيبنا بالكابين مناخد منتحمم على السريع كله ونحنا حافين هيدا الشي خاطئ ليه؟ لأنه التواليل هنا كنية عن فيروس اسمه الـ HPV بحب يقعد بالأماكن الرطبة وبسهولة فينا نلقطه إذا كان المحيط طبعنا رطب بتلقطه جلدتنا بفوتن بيقعد بيتكاتر وبيعملنا تلولة بتوجع لما تكبر وبتاخد وقت لتبين لهيك مننصحكم دايما تلبسوا زحفات أنتوا عم تسبحوا تضلوا دايما بالمشيات لما تكونوا عم تمشحوا على البسين لما تكونوا عم تتحمموا عم تغيروا تيبكون وإذا شفتوا حدا عنده تواليل ما تضقروا له إياهون وإذا عندكم توليلكون الشخصية ما تضقرون دايما نغسلوا إيديكن هيك منكون حكينا عن معظم المشاكل الشائعة الممكن نتعرض له خلال فصل الصيف الحمد لله ولا واحد منهم خطرة كله بيروح خلال أيام لأسابيع وبشكركم انتبهوا منيح ونبصوا قدمة فيكن بفصل الصيف اشتركوا في القناة